للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من دبيا رئيس الاستثمار في بنك فالكون ديفيد تينكيرتون سيد ديفيد أهلا بك معنا بداية كيف يمكن لأسعار النفط المنخفضة اليوم أن توفر فرصا في الأسواق الناشئة كما تقولون إن تراجع سعر النفط بطبع يؤدي إلى رابحين وخاسرين فيما يتعلق بالرابحين الدول المستوردة لأطاقة مثل الهند والصين واليابان هذه البلدان هي التي تستفيد من تراجع أسعار النفط وبالتالي هذا يحفز اقتصادها في الولايات المتحدة الأمريكية هناك بالطبع عقلية قوية فيما تعلق بأصحاب الأسهم وهناك بالطبع اتجاه نحو زيادة التنقيب عن النفط ولكن هناك أيضا في الوقت نفسه حذف للعديد من الوظائف في هذا المجال وبالطبع هناك تراجع في بعض الاقتصاديات كنتيجة لذلك طيب سيد ديفيد في ظل اليوم أوضاع اقتصادية صعبة على العديد من الدول هناك دولار قوي مستويات تضخم منخفضة وأسعار سلع أيضا تواجه ضغوط كبيرة استراتيجية الاستثمار في الأسواق الناشئة اليوم كيف يجب أن تكون أو كيف ترون الصورة فيما يتعلق بالدولار أعتقد أنه بشكل عام التوقعات تشير إلى أن الدولار سوف يبقى قويا وهذا بالطبع يضع ضغطا على إرادات الشركات الأمريكية التي تقوم بعمليات دولية رأينا الأسبوع الماضي تراجعا بسيطا للدولار ولكن بالطبع العملة وهذا التراجع البسيط لا يمكن أن نأخذه كثيرا في الاعتبار لأن ذلك بالطبع كان أثرا لانخفاض اليورو بالطبع سيكون هناك إعادة توازن للأسعار ونرى أن احتمالية ارتفاع الدولار متوقعة نتيجة الدورة الاقتصادية الأمريكية تتحدثون عن استمرار ارتفاع الدولار أو هذه التوقعات تشير إلى استمرار قوة الدولار كيف ستكون الانعكاسات على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي بشكل عام بشكل عام هناك بيئة تشير إلى انخفاض الأسعار في مختلف أنحاء العالم والدول بالطبع تتنافس مع بعضها البعض لتحقيق النمو من وذلك عن طريق خفض سعر صرف عملتها الولايات المتحدة الأمريكية تصدر عملات أخرى وأوروبا أخذت بعض السنوات لكي تدرك أن هذه الاستراتيجية ناجعة والآن الاتحاد الأوروبي يتبع بالطبع استراتيجية زيادة السيولة على صعيد المصارف المركزية بطبع الأسهم تتحسن عندما يكون هناك تراجع في سعر صرف العملة وهذا يمكننا أن نراه في السوق الأوروبية وأيضا السوق اليابانية التي تتبع هذه الاستراتيجية سيد ديفيد هل يمكن القول اليوم أن الأسواق الأسهم بشكل خاص توفر فرصا في ظل الأوضاع التي تتحدث عنها ولماذا في نفس الوقت كما تتحدثون هناك جذب أو ربما هروب يمكن القول لأصحاب ثروات من أوروبا الشرقية إلى منطقة شرق الأوسط تحديدا إلى الإمارات نعم التحدي بالنسبة إلى كل مستثمر إذا ما كان أمريكيا أو سويسريا هنا في دولة الإمارات هو أن الإرادات الآمنة قد انخفضت إلى نسبة صفر في المائة في الماضي وذلك من أجل أن يكون هناك عائد على رأس المال لابد من أن تزيد نسبة المجاسفة وبالنسبة إلى السويسريين هم معتدون على ذلك وعلى العمل في حقل غير مستقر وبالتالي المستثمرون يريدون أن يكون هناك عائد على الاستثمار وهذا ما يدفعهم إلى المجيء إلى دولة الإمارات وأيضا الاتجاهات التي نشهدها حاليا هناك عدد من الفرص في الأسواق المالية فيما تعلق باستثمار الاستثمار البديلة وأيضا الأسواق العقارية في بعض البلدان هناك عدد كبير من الفرص في العالم على الرغم من أن هناك قوة تشير إلى تراجع الأسعار في الكثير من البلدان فيما تعلق بالأسواق الناشئة فظروفها الديمغرافية بالطبع ملائمة أما في بعض البلدان الأخرى فيمكننا أن نرى أن هناك هرما غير فتي وبالتالي هناك طلب كبير على الخدمات الصحية نتيجة اتفاع معدلات العمر وهذا بدوره يؤثر على عكس دولة الإمارات بالطبع هل هذه هي فقط القطاعات الرئيسية تحدث عن صحة تحدث عن عقارات وعن أسهم هل هذه هي فقط القطاعات التي توفر فرصاً يوم في الأسواق الناشئة؟ كلا هناك طبع قطاعات أخرى ومن ما يزير للاهتمام في الأسواق النامية هو استخدام التكنولوجيا فمن جهة يمكننا أن نرى بالطبع الغاء لبعض الوظائف في مجال الصناعة والتصنيع ولكن من جهة أخرى هناك وظائف كثيرة وفرص عمل في مجال التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات أيضاً بحيث هناك معدل ابتكار كبير وهذا يؤدي أيضاً إلى زيادة فرص العمل هذا يحصل في الأسواق الكبيرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ولكن بالطبع يتم نقل وتطبيق هذه النماذج في الأسواق الناشئة أيضاً واعتماد كبير على التكنولوجيا مثلاً استخدام المصارف على الإنترنت وأيضاً أوبر وغيرها من التطبيقات الذكية التي يمكن أن نتحدث عنها وأيضاً عبارة عن تشكل فرص عمل كبيرة وبطرق ابتكارية رئيس السلسة مارفي بنك فالكون ديفيد بنكيرتون كنت معنا من دبي شكراً جزيلاً لك